أبنائي طلبة الصف السادس الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في هذا الدرس المصوري من دروس التعلم عن بعد لمادة اللغة العربية درسنا اليوم هو الجزء الرابع والأخير من قصة الأم الصابرة هل أنتم مستعدون أبنائي؟ هيا يا أبطال دعونا أولا نتعرف مع الأهداف الدرس يتوقع من الطالب في نهاية هذا الدرس أن يتعرف السمات الأسلوبية الموظفة في القصة يستخلص العبرة المستفادة من قصة الأم الصابرة يطبق معارفه النحوية التي سبق دراستها أبنائي كنا في الأجزاء السابقة قد تعرفنا إلى الأحداث المختلفة للقصة وناقشناها كثيرا وتعرفنا أيضا إلى مشاعر أم موسى وكيف تطورت ودور الشخصيات وفي هذا الجزء سنبدأ بتعزيز ما درسناه من خلال الإجابة عن الأسئلة التالية في كتبكم المدرسية أبنائي أرجو أن توقفوا هذا العرض ثم تقوموا بالإجابة عن هذه الأسئلة وأيضا الأسئلة التي تليها ثم إذا انتهيتم أعيدوا تشغيل العرض وتابعوا إجابتي حل التدريب السؤال الثاني أعطي تفسيرا لكل من الأحداث الآتية أمر فرعون جنوده بقتل الأولاد الذكور من بني إسرائيل التفسير بناء على تفسير الكهنة لحلمه أن مولودا ذكرا من بني إسرائيل سيدمر ملكه بمصر موافقة فرعون على طلب زوجته بعدم قتل الطفل الرضيع ما تفسيرها أبنائي أحسنتم رجاء زوجته التي لا تنجب وأرادت أن يتخذاه ولدا لهما في السؤال الثالث كيف رجع موسى عليه السلام إلى حضن أمه أحسنتم حينما رفضت طفل جميع المرضعات فدلتهم أخته على أمها لترضعه ورفضت أمه إرضاعه في القصر وأخذته معها إلى بيتهم في التدريب السادس بيّن بإيجاز المشكلة التي تعرضت لها الشخصية الرئيسة في القصة المشكلة الرئيسة حملها ثم ولادتها طفلا ذكرا من بني إسرائيل في زمن كان فيه فرعون يقتل الذكور من هؤلاء القوم في السؤال السابع أراد الكاتب أن يظهر اختلاف مشاعر أم موسى في بداية القصة ونهايتها فهل وفق في ذلك؟ وضح إجابتك مع الدليل نعم ففي بداية القصة سيطرت عليها مشاعر الخوف والقلق والحزن فدب الخوف في قلبها أما في نهاية القصة فتغيرت مشاعرها وأصبحت رضا وسرورا واستقرارا والدليل فقرت عينها في السؤال التاسع تظهر في القصة صفة الرحمة تلل على ذلك بموقفين مختلفين من القصة رحمة الله بوليدها إذ صنعت له تابوتا وعلقته في الماء حتى ينجو من القتل ورحمة الله بالأم إذ جعلها صابرة وعاد وليدها إلى حضنها وكبر في بيتها أبنائي أرجو أن تقارنوا هذه الإجابات بإجاباتكم أبنائي نعود للقصة مرة أخرى وبعد أن تأكدنا من فهمكم لجميع أحداثها سنناقش الآن السمات الأسلوبية للقصة نلاحظ أن الكاتب وظف الفعل الماضي وذلك لأنه يسرد أحداثا حصلت وانتهت في الماضي وهناك أمثلة كثيرة على ذلك نذكر منها مثلا اتخذهم عرقت حالمة فسر وضعت دب وغيرها من الأفعال الماضية وأيضا استخدم الكاتب ضمير الغائب وهناك أيضا أمثلة كثيرة على ذلك منها هذه الأمثلة وبالطبع هناك ضمير مستتر وهناك ضمير ظاهر أيضا استخدم الكاتب التعبيرات الموحية وهناك أمثلة كثيرة على ذلك في القصة نذكر منها خدما وعبيدا سيدمر ملكه وهي توحي بتجبر فرعون وأيضا من العبارات التي توحي بتجبر فرعون فدب الخوف طرقات متلاحقة ومن العبارات الموحية الأخرى التي استخدمها الكاتب أيضا فأسرع إلى الشاطئ وهذا يوحي بالعزم والتصميم على القتل ثم أيضا عبارة على مضض وهي توحي بعدم الرضا وأيضا ظل يصرخ وتوحي هذه العبارة بالبكاء المتواصل وأيضا دون الحاح وتوحي هذه العبارة بالذكاء وحسن التصرف أيضا قرت عينها وهذه العبارة توحي بالرضا والسرور أبنائي لقد اختار الكاتب عنوانا لقصته وهو الأم الصابرة برأيك هل وفق الكاتب في ذلك؟ ولماذا؟ ما المواقف التي أظهرت صبر أم موسى؟ الصبر على الحمل وألمه الصبر على المصير المجهول لوليدها الصبر على فراق وليدها الصبر على إلقائه في الماء الصبر على وضعه في التابوت لكن هذا الصبر أبنائي سيقابل بالفرج من الله تعالى قريبا هل لك بني أن تضيف مواقف أخرى تظهر صبر أم موسى؟ حاول ذلك بنفسك وهل تستطيع أن تضع عنوانا آخر للقصة؟ اكتب هذا العنوان وأرسله إلى معلمك أبنائي أرجو أن توقفوا هذا العرض ثم تقوموا بالإجابة عن السؤال الرابع والسؤال الثامن والسؤال العاشر في كتبكم المدرسية ثم إذا انتهيتم أعيدوا تشغيل العرض وتابعوا إجابتي ثم قارنوا إجاباتكم بإجاباتي في السؤال الرابع وصف العنوان أم موسى بالصابرة دلل على ذلك من القصة قلقها على مصير وليدها عندما أحست بالحمل وخوفها من قتل جنود فرعون له بعد أن ولدته وعندما جرفت المياه التابوت بعيدا وعند ذهابها إلى القصر لترضعه أما السؤال الثامن دلل من النص على توظيف الكاتب كلا مما يأتي الأفعال الماضية ضمائر الغائب التعبيرات الموحية فهذه إجابتي لها أبنائي قارنوها بإجاباتكم أبنائي في كل قصة لا بد من عبر يمكن الاستفادة منها في حياتنا وفي هذه القصة عبر كثيرة يمكننا استخلاصها منها هذه العبر الثقة بالله تعالى في كل الأحوال الصبر على المصائب الأخذ بالأسباب وحسن التصرف ضبط النفس في المواقف الصعبة وبإمكانك بني أن تضيف أيضا عبرا أخرى أبنائي سنحاول الآن أن نطبق ما درسناه سابقا فيما يخص المهارة النحوية في هذه التدريبات حاول أن تقوم بالإجابة عن هذا السؤال بنفسك ثم قارن ما كتبته بهذه الإجابات ثم أيضا قم بالإجابة عن هذا السؤال ثم إذا انتهيت من ذلك قارن ما كتبته بهذه الإجابات عزيز الطالب عزيزة الطالبة لا تنسى أن تجيب عن أسئلة التقييم اليومي لهذا الدرس وكذلك الإجابة عن أسئلة التقييم الختامي نهاية الأسبوع ثم إرسال الإجابات إلى معلمك بهذا أبناء العزاء نكون قد انتهينا من هذا الدرس في رعاية الله أترككم